أكمل بس أكمل بس لأنه لما جاء الاتحادي كابتل هما اتفقوا معه على كده كانت معاني أنا النهاردة كانت اتحادي كرة ببقى مسؤول أنا لازم أجب نحمق ديازك أم ايمن وهسابك ترجع المراحشة والحوار دا مهم جدا أنا أعزو الحاجة أنا لما جاء الخبيل الأجنبي كابتل لازم أختار الخبيل الأجنبي اللي هو عنده القدرة أنه يطور أكيد يعني الخبيل الأجنبي فعلا نشتغل في مجال التطوير عنده خبرات كبيرة دي شخصي كبيرة جدا دي مهمة جدا أنا النهاردة جبت خبيل أجنبي حسن الاختيار ممكن ما كنش وفقت أن أجبت الاختيار الحاجة الثانية الخبيل الأجنبي اللي جاي لا ما هو ليه مطالب وديه أدوات ده اللي أنا أكلم في محمد لابد أن كنت توفر له كل شيء فأنا كتا حد كرة لما بجيب الخبير أنا اللي بحط النقاط وأنا اللي بحط البلان بتاعه هيشتغل ميه وإيه المطلوبة كتب محمد منه إيه هو المطلوب منه إنه هو نفذه إنما أنا لما بجيب خبير يقعد ثلاث يام في مصر ويسافر أنت لو فقت مش هو مش كنت الاتحادين مش كنت الاتحاد لما يجيب خبير ويقعد وهو مسؤول لك نحن أدريه عشرة على عشرة ونحن في النهاية مش موجود مشكلتك أنت مش مشكلت الخبير أنا بقول لجنة عندنا مصر كفاءات كبيرة زي ما كابتن أيمان قال فيش شك في كده ولكن أنا بتكلم في ناحية مهمة جدا هي إيه سيستم الشغل بشي مشكلة وإحنا بس ممكن أنت اخترت غلط أنا مش معناه أن التجربة فشلة بالزبط كابت ممكن التجربة تنجح إيه المناء أجاب أنا حقول وجهة نظرك لأ합ني أخبر هاول وجهة نظرك أنت روحت لحل تانية يا قبط ناصر لأ لا مبارش في حل تانية لأ نهồi حل تانية إحنا قلنا الخبرة إحنا قلنا الخبرة مش كويسين أيه الدليل أنه مش كويسين أنا بس عايزي أنت روح لحل تواحدة يا كابتن نصر انت روحت انا قلت ايه يا كابتن نصر قلت هات خبير يعلم ويطور مختلفتش معه لكن انا اللي عايز اأكد عليه من خلالك اتنعلم انه خلال كابتن نصر وقناة الاهلي يا جماعة انا بقولها اهو وابقول كلان دي وبقولها والله العظيم مش لصالح المصريين ولا حاجة رئيس انا بقوله على حاجة شفتها الرئيس لجنة حكام ما بيبقاش ملم باي حاجة ومشاكل التحكين بتطفق ودي السنة اللي باتت يعني بمعنى ايه يا زمان يعني انت النهاردة عندك دورة ممتازة عندك محترفين عندك ممتاز بها عندك اقسام تحت عندك كل الكلام ده هو ما يعرفش عنه حاجة